السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية خلونا نكسب الصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام الليلة عندنا قضيتين من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع لكن قبل لا نبدأ بسرد أحداث القصتين أحب أنوه إلى أمر هام بل غاية في الأهمية وأنا أعمل على هذا الأمر منذ بداية المشوار في القصص علقت يوم أمس إحدى الأخوات على قصة يوم أمس قصة عباس وإيمان تقول مع احترام الشديد لك أخي الفاضل أنا ما بعرف ليش دائما تحليلاتك تكون ضد المرأة ودائما تنحاز جهة الرجال يعني أنت حطيت الحق على إيمان مع العلم أنه لا يحق لأحد أن يقتل أحد حتى لو في الشرف كان لازم يطلقها أو شك عليها في المحكمة لكن لا يحق لذلك الزوج المستبد أن يقتلها ولا في أي حال من الأحوال الحق جزء بسيط منه على إيمان هكذا تقول الأخت وجزء الأكبر والكامل على الزوج صراحة أنا من زمان بتابعك وبشعر أنك دائما تنحاز جهة الرجال وتحاول أن تعطيهم مبررات أنت كثيرا تحليلاتك لا تكون منصفة للمرأة ودائما تبرر أفعال المجرمين الرجال اتق الله أخي وكن أكثر رأفة بحال النساء وطبعا هذا التعليق موجود وما زال موجود على القصة وردي على هذا التعليق أنا عندي في القناة 782 قصة لم أنحاز يوما من الأيام أو في قصة من القصص إلى مجرم إن كان رجل ولا امرأة وبحياتي ما عطيت مبرر أو تعطفت مع مجرم أو مجرمة وذلك بعكس الكثير من الرواة الموجودين على اليوتيوب والمشهورين اللي لما يكون المجرم من دولته ولا من دولة مجاورة يعطيه المبرر ويقول لك بسبب الضغوط وما كان قاصد وما كان كذا وفي النهاية المجرم مجرم وقاتل وهل هناك أكبر من ذنب قتل نفس القصة يعني فيه اعتقادي ومن منظوري ما ودها كل هالكلام إذا المرأة هي نفسها ما رأفت بنفسها كيف أنا ودي أرأف فيها الكذب ما ينجي ودائما عواقب الكذب كبيرة وأساس قصة عباس وإيمان هي الكذب أن الزوجة كانت تكذب على زوجها والكذب ما هو من صفات الإنسان المؤمن وقال الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر صدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب التحذير واضح وصريح الكذب يا جماعة يؤدي إلى كوارث وفي النهاية القاتل عباس مجرم وقاتل وأزهق روح وتسرع وما تأكد وراح قتل زوجته بناء على وشاية من صديقه أنه شاف إمرأة لابسة فستان أحمر وقال له والله شفت زوجتك راكب في سيارتك وفي المكان الفلاني لكن ما شفت من اللي راكبوا إياها لكن بنفس الوقت عباس جاء على زوجته وسألها يا فلانة وين كنتي قالت ما كنت في مكان أصرت على الكذب وفي النهاية دفعت حياتها ثمن لهاي الكذبة وأخوها بعدين يروح يتمعشق بمال غيره ويطلع هو خطيبته أو حبيبته هذه على حساب صهره وبتغطي من أخته في النهاية هذه أموال ناس وما يجوز هذا الأمر أنه الزوجة تطلع عن شور زوجها وتعطي سيارته الأخوها والرجل بنبه عليها أكثر من مرة لأنه ظاهر صغيرة مشاكل قبل لكن المحصلة وفي النهاية عباس قتل نفس بدون ذنب وبدون ما يتأكد وعند الله تلتقي الخصوم أما أنش تجيين بعد 782 قصة تقولي لي أنك منحاز للرجال دون نساء وتعطيهم مبررات هذا الكلام مردود عليش أخت الكريمة وكلام غير دقيق وغير صحيح وأتمنى من الإخوة والأخوات بدون ما تجاملوني ما أود مجاملة من أحد أتمنى أنكم تنصفوني في هذا الموضوع وتكتبون اللي عرفتوها عني من خلال القصص إذا أنا أعطي مبرر للرجل دون المرأة والمتابعين القدمة اللي من بداية المسيرة يعرفون أنه في عندي أكثر من 400-500 قصة من بلدي سوريا وبعمري ولا بيوم من الأيام أعطيت لمجرم مبرر إن كان رجل واللي أمرأة اللي هم أبناء بلدي فالجريمة جريمة والقاتل قاتل ولما نسمي الأشياء بمسمياتها سبحان الله لابد ما يكون واحدة ممكن أو حدا يمسوا هذا الأمر وما يرضى ترضى ما ترضى هذا الأمر يرجع لك لكن الحقيقة حقيقة والواقع واقع ما نقدر نتهرب منه وأعتذر منكم إخواني وأخواتي على الإطالة في هذا الموضوع لكن هذا أمر مهم بالنسبة لي ومن أهم مبادئي في الحياة أني ما أعطي مبرر لمعتدي أو مرتكب جناية إن كان بخطأ ولا بغير الخطأ يجب أن تسمى الأشياء بمسمياتها أما بالنسبة لقصة الليلة الأولى أحصلت أحداثها في سوريا في إحدى المحافظات عام 2010 فيه رجل ينقال له أبو أحمد أبو أحمد هذا كان فيه ذاك الوقت يعني خمسة وخمسين ستة وخمسين سنة وأبو أحمد رجل متزوج من أم أحمد وعنده ثلاث أبناء وأبو أحمد الرجل متأخر في الزواج شوي وأبناءه كانوا يعني أكبرهم عمره 12 سنة وأصغرهم عمره 6-7 سنوات وأبو أحمد رجل محترم وأكابر والرجال عنده شاحنة صغيرة يقولوا لها في سوريا السوزكة صغيرة هذه السيارة يعمل عليها أبو أحمد في سوق الهال سوق الخضرة ينقل فيها الخضروات على البقالات أو محلات الخضرة اللي خارج سوق الهال تجي أصحاب الدكاكين اللي فيها الحارات وفيها الأحياء يشترون بعض الخضروات كميات يعني تناسب حمولة سيارة أبو أحمد الصغيرة هذه الشاحنة الصغيرة وأبو أحمد الرجال يسترزق وأموره تمام تمام وعال العال وما عنده أي مشاكل أبدا وعايشه وزوجته في بيت في أحد الأحياء والبيت هذا كان ملك لأبو أحمد والملك لله وهذا الرجل أبو أحمد كان في قمة الأخلاق الرجال يطلع من الصبح مع يعني الساعة ستة الصبح مع طلوع الشمس يكون في سوق الهال ويظل يشتغل للحد تالي النهار الرجال يسعى طول هالنهار لأجل يأمن لقمة العيش الزوجته والأبناء والرجال يوفر له شوية فلوس على جنب لأجل يعني يشتري له سيارة أكبر من هذه ويطور أموره يعني للأحسن والرجل كان محبوب من كل أبناء هالحارة أو الحي اللي عايش فيه البيوت المجاورة لأبو أحمد وخاصة رجل أحد الجيران ينقال له وليد وليد هذا كان في بداية الأربعينيات من عمره رجل أيضا متزوج عنده ثلاث أبناء بنتين وولد وكان فيه معزة بين أبو أحمد والرجل هذا وليد جيران الحيط على الحيط ويسهرون عند بعض يعني بحكم الجير إلا أن يعني العلاقة مميزة بين وليد وأبو أحمد وكذلك الأمر بما أنه الأزواج الأثنين أبو أحمد ووليد أصدقاء وأحباب فبالتالي راح يكون النسوانهم أم أحمد وزوجة وليد أيضا راح يعني بحكم العلاقة والجير راح يكون أيضا أصدقاء وفعلا كانت العلاقة بيناتهم علاقة ممتازة جدا الجارات اللي تطبخ الطبخة تودي الجارتها أو يشرب قهوة الصباح مثل ما يقولون مع بعض ويعني ما في بيناتهم مشاكل هجيران راحت الأيام وجدت الأيام وأبو أحمد الرجال في عمله على الشاحنة يروح ويجي وهذا الرجل وليد يشتغل في التجارة التجارة الحرة يعني ما في شغل معين يتاجر فيها مرات يتاجر في السيارات السيارات الصغيرة مرات يتاجر في الحبوب حبوب الشعير ولا القمح المهم الرجل أي يعني شروة تصير له يشتري ويبيع ويتربع ويترزق والجماعة مثل ما قلنا سمنا على عسل وفي منتصف عام 2008 كان طالع أبو أحمد من الصبح بكير الساعة خمسة ونص الظاهر متعاقد مع أحد أصحاب الدكاكين في هالحارات أنه يطلع على سوق الهال يجيب له بعض الأبضاعة بعض الخضروات والفواكه يجيب له إياها على الدكانة الرجال قاعد من أذان الفجر بعد ما صلى وكذا وقرأ له شوية قرآن وأفطر وقاعد له زوجته شوي لبينما حان الموعد الرجال طلع دورها السيارة وطلع على سوق الهال قبل أن يوصل سوق الهال ويصير حادث مع أبو أحمد اصدمت شاحنة أبو أحمد الصغيرة اصدمتها شاحنة كبيرة من الشاحنات اللي تحمل الأغنام والشاحنة هذه كانت من الشاحنات الضخمة وسيارة أبو أحمد ما تطلع تقريبا قد دولاب ولا دولابين من الشاحنة الكبيرة وأبو أحمد مات في مكانه الله يرحمه الرجال هذا صاحب الشاحنة الكبيرة النزل ويعني حادث جابوا خبراء السير وكذا وحضر رجال الأمن وتم إسعاف أبو أحمد إلى المستشفى مستشفى إلا أنه كان مفارق الحياة وتم تقدير الحادث على أنه قضاء وقدر لأنه الأولوية السير كانت لصاحب الشاحنة الكبيرة والحق حسب تقدير خبراء السير ورجال الأمن المختصين في مجال الحوادث قالوا أنه الحق على أبو أحمد الله يرحمه ولكن ما تدري نفسهم بأي أرض تموت هذا اللي حصل والرجل توفي والمصيبة لما سمعت الزوجة أم أحمد تم إبلاغها بوفاة أبو أحمد أم أحمد حزنة حزن شديد هي وسكانها الحي والرجل هذا الجار العزيز وليد لما سمعه بأبو أحمد متوفي وفي حادث سير الرجل صار يبتي على جاره العزيز اللي كان دائما يبره ويجيب بعض الفواكه والخضروات يعني يجيب سعرها رخيص من سوق الهال من سوق الخضرة وكان يعني ما يقصر مع جاره ولا مع الجيران الآخرين يعني بعض الجيران تعرفون يعني مثلا اللي يوده يسوي مكدوس اللي يوده يسوي مثلا مربة تفاح ولا مربة تين ولا مربة المشمش يوصون كانوا أبو أحمد أبو أحمد بما أنه كل يوم بسوق الهال والأسعار بسوق الهال أرخص من المحلات أو البقالات هذه اللي فيه الأحياء كان الرجل ما يقصر مع أحد ولا حتى ياخذ أجار منهم يعني لما يجيب الفواكه والبتنجان عشان المكدوس ولا الأمور هذه كان ياخذ بس ثمنها مثل ما يشتريها من سوق الهال حزنة الحارة حزن شديد على أبو أحمد لما سمعه في خبر وفاته وأبو أحمد كان فيه عنده أخ أصغر منه بأربع خمس سنوات الأخ هذا هو اللي قام في التعزي فتعله عزائفي منزله في حي آخر في حي ثاني الأخوة هذول كل واحد ساكن في حي المهم بعد ما خلصت التعزي والأمور مشت وهي تقادير الله سبحانه وتعالى وراحت الأيام وجدت الأيام وجار وليد صار يرسل زوجته كل فترة والثانية أحيانا كل يوم كل يومين ثلاث يمعود فلان روحي على جارتنا أم أحمد روحي تفقد ديها خافنا قصة شي خاف لازمها شي يعني عندها أبناء وعنده كذا وزوجها توفي والرجال ما كان مقصر معانا فكان هذا وليد دائما محافظ على هذا الأمر دائما يرسل زوجته تتفقد أحوال زوجة أبو أحمد الله يرحمه والزوجة هذه كانت تروح بدورها على أم أحمد وتشوف إذا أم أحمد ناقصها شي ولا شغلة ودائما تتفقدها وتسأل بتوجيهات من زوجها وليد أم أحمد بعد الحادث فترة من الزمن طلع لها مبلغ من المال من شركة التأمين اللي كانت مأمنة عندها الشاحن اللي صدمت شاحنة أبو أحمد بالإضافة إلى بعض الفلوس اللي كان مخبيها على جنب أبو أحمد على أساس رجل كان ناوي يشتري شاحنة أكبر ولكن الرجل مات وما مش الحال أم أحمد أهلها ساكنين في حارة بعيدة شثير عن الحارة اللي ساكن فيها زوجها أبو أحمد وبعد ما توفي أبو أحمد صاروا أهلها لأم أحمد يجون عليها وبعض الأيام هي تروح تنام عندهم وامرأة لحالها يعني فقالوا لها أهلها يا أم أحمد بدال من تساكن الحالة شين وما في حدا مننا مثلا لا يعني حدا من عمامك ولا خوالك ولا قرأيبنا ساكن فيها الحي فبيعي هالمنزل هذا اللي ورثتش يا أبو أحمد وتعالي اشتري منزل قريب مننا أو في نفس العمارة اللي إحنا ساكنين فيها الجماعة كانوا ساكنين في شقة ضمن عمارة فقالت لهم البنت هذه أم أحمد قالت والله يا ريت يصير لي بيت قريب منكم أحسن ما أظن الله يحجاي وديرون بالكم علي ودني قضاها بلاها وفعلا يعني البنت لما تكون أهلها قريبين منها أي شيء تحتاج يعني على الندها يكونون حاضرين صارت أم أحمد تبحث عن بيت في الحي اللي ساكنين في أهلها وكانت تلاقي بيوت إلا أن البيوت هذه كانت غالية شوي يعني ما تقدر على مشتراتها وكان الحي هذا اللي ساكنين في أهلها حي يعني نقدر نقول راقي نوعا ما وأسعار الشقق والعمارات فيه غالية جدا وفيه فرق ما بين الحي اللي ساكن فيه أو البيت اللي ساكن فيه في حي شعبي نوعا ما وبحاجة إلى مبلغ بالإضافة إلى يعني أبو أحمد كان مترك لها مبلغ بالإضافة إلى المبلغ اللي طلع لها من شركة التأمين إلا أن المبلغ نحضروا المبلغ الفلوس هذا ما يشتري لها بيت في الحي اللي ساكنين في أهلها فقالوا لها بيعي البيت هذا وحطي ثمن البيت على المبالغ اللي عندك ويظل لك شوي من الفلوس هاي تفتحي لك مشروع ولا تفتحي لك دكانة وتعيشين أنت وأبناء فعلا قامت أم أحمد عرضت المنزل منزل أبو أحمد للبيع حطته في أحد المكاتب العقارية راحت على مكتب عقاري وقالت ودي أبيع المنزل وعطته بالمواصفات وسند التمليك وكان أبو أحمد الله يرحمه قبل الله يتوفى مسجللها البيت باسمها الأم أحمد يسمع بخبر البيع اتجار وليد ويجي لعنده أم أحمد قالها يا أم أحمد سمعت أني شعارضة المنزل للبيع طبعا وليدي شلون أعرف أو سمع أنه البيت معروض للبيع هذاك اليوم واقف قدام باب البيت وشاف ناس جايين على بيت أم أحمد ويسألون على البيت سلام عليكم وعليكم السلام بيت أم أحمد قال نعم هذا بيت أم أحمد خير قال والله إحنا جماعة ودنا نشتري البيت والمرأة عرضة المنزل للبيع ودنا نشوفه الرجل ماحش معهم ودلوهم على البيت ودخلوا على البيت الجماعة وشافوا وظهر ما عجبهم وطلعوا فوليد شافوا محمد يا أم أحمد أنت صحيح وديش تبيعين البيت قال إيه والله ودي أبيع ودي أشتري بالقرب من أهلي هناك في الحارة الفلانية وأظل قريبة عليهم وهين الحالي قال يا أم أحمد إحنا كلياتنا إخوان لك وأي شيء لزمش إحنا جاهزين قالت قالها مازال وديش تبيعين يا أم أحمد يعني بصفتي أنه أنا جار والحيط على الحيط أنا أبدا من غيري قالت له على طول أنت جار عزيز وما أنت مقصر ويعني رجال أصيل ودائم تجيني يا أم أحمد وتتفقدني وأنت وجماعة طيبين قالها والله إحنا ما عنا مسوين إلا الواجب يا أم أحمد بس يعني قديش وديش بالبيت شنو الثمن ثمنتي البيت قالت لا والله ما ثمنت أنا حاطة الأوراق والمستلزمات عند أبو فلان في المكتب العقاري نثمن هالبيت ونشوف شنو يسوى ومثلك مثل هالناس قالها وديش ترائيني شوي قالت له أراعيك عن الناس شوي ما في مشكلة تستاهل أنت يا وليد ويروح وليد وجارته محمد على صاحب المكتب العقاري وقالت له هذا رجال جاري وديش تري المنزل وهو أبدا من غيره يعني الناس تشتري لأجار مشترة والمثل يقول أجار قبل الدار وأبو أحمد أو عفوا وليد الرجال هذا ما وده يعني يجيه جار ويقعد يتشاكل له وياه كل يوم والثاني والرجال الظاهر مصمده مبلغ ويعرف فيه أسعار المنازل فيها الحي المهم طلبه من صاحب المكتب العقاري أنه يثمن لهم المنزل قديش ثمنه وقديش يسوى ومع المراعاة ثمن صاحب المكتب العقاري المنزل وقال لهم خلينا نقول أنه ثمن البيت مليون ليرة سوري فيها ذاك الوقت اتفقوا بعد المراعاة وبعد الأخذ والعطاء قال على طول يا أم أحمد بس وديش تعطيني مهلت شهر زمان لبينما أجمع بعض المبالغ ليه ديون على بعض الناس بس أجمع المبلغ الآن عندي مبلغ حوالي ثلاثمائة ألف أعطيش ثلاثمائة ألف هذه عربون أو رعبون والباقي يعني أكفيلش ثلاث أرباع ثمن البيت وعلى الفراغ بس تفرغيلي البيت أكفيلش ثمنه على الآخر وما تكونين إلا مبسوط أو فوقها حب تمسك قالت المرأة هذه على طول ويقوم وليد يعطيها ثلاثمائة ألف اللي هي العربون أو المقدم من ثمن البيت وراحت هذه أم أحمد صارت تدور على منزل قريب من أهلها فيها ذاك اليوم اللي أقولها أهلها الشقة من ضمن العمارة اللي ساكنين فيها والسعر الظاهر مناسب للمصاري اللي صارت عنده أم أحمد وفعلا راحت أم أحمد إشترة المنزل بالتعاون مع أهلها والمنزل هذا أو الشقة اللي اشترتها أم أحمد كانت بحاجة إلى بعض التشطيبات وتغييرات في المطبخ وبعض الأبواب يعني يودوا صيانة شوي فجابت ورشة وعمال على أساس يعملون الصيانة للشقة الجديدة والتفقت هي وجارها وليد على تسليم المنزل بعد شهرين بالتمام والكمال قال لها وليد أنا ما عندي مشكلة وأنا إن شاء الله خلالها شهرين أو قبل ما يخلص إن الشهرين أكون جامع الفلوس اللي لي وأكون كافيتليش المبلغ اللي اتفقنا عليه وعلى الفراغ أكافيتليش الباقي فعلا هذا وليد راح يصار يجمع الفلوس والديون اللي له من هذا ومن هذا الحد ما جمع مبلغ زين وجهها ذاك اليوم على أحمد وكان مار على الفترة حوالي شهر زمان قالها يا أم أحمد هذا المبلغ صار واصلت مني سبعمائة ألف والثلاثمائة ألف الباقي أعطيتش ياها على الفراغ ولكن يعني حاولي إن تستعجليني شوي على لأنه تسلميني البيت في الوقت اللي اتفقنا عليه قالت على طول ما في مشكلة استلمت الفلوس أم أحمد وتروح وتجي على الشقة الجديدة وتروح تزور أهلها وإيام تنام عندهم وإيام تنام ببيتها اللي هذا بجانب وليد وراحت الأيام وجدت الأيام ومر الشهر المتفقين عليه شافه وليد هذاك اليوم ها يا أم أحمد شنو اللي صار قال والله لسع ما خلصنا في البيت لسع في شوية شغل قالها يعني قديش قالت لي يعني شاء الله سبوع زمان عشر تيام قالها على طول ما في مشكلة يا أم أحمد مر سبوع مر عشر تيام مر خمسطعش يوم وهذه أم أحمد ما له عينة ما هي موجودة هذاك اليوم يشوفها جاي على البيت ها يا أم أحمد الإخبار العلوم شنو اللي صار قالت والله لسع ما خلصنا ودنا أسبوع زمان قالها يا أم أحمد شنو أنتو يعني قاعدت عمرين بيت من جديد ولا اشتريته بيت قال لا والله والمهم صارت تعطي أم أحمد أعذار الوليد أعذار واهية والرجل يقولها على أساس أنه البيت مكسي يعني وده بعض الصيانة يعني صار لش رح يصير لش ثلاثة شهور يا أم أحمد وفلوسي جواتك وثلاثمائة ألف الباقيات هذين الموجودات بجيبي على الفراغ ننزل على الطابو وتفرغي لي البيت وتاخذين باقي فلوس شو سلميني هالبيت يا ابنت الحلال أنا عندي شغل فيه وهذه أم أحمد بس ما طلب وليد يعني بدون عذار أنها مقنعة وبدون يعني أي سبب أو هذا الرجال كل يوم الثاني يا بنت الناس يا أم أحمد يا كذا فلوس وخذيتي وش نودش وليش ما تسلميني البيت ومر اثنين ومر ثلاث ومر أربع شهور وتيجي هذاك اليوم أم أحمد شاف قالها وبعدين يا أم أحمد يعني ظاهر أنت شلون يعني وديش تنصبين علي ولا شلون قالت له والله يا وليد أنا ما ودي أنصب عليك بس صراحة أنت غلبتني في سعر المنزل وأنا بطلت بيع ودي يا أم تدفع لي السعر على كيفي يا أم أبطلت بيع يا بنت الناس يطولت يقصرت يا أم أحمد طبعا مو أنا اللي حطيت الثمن صاحب المكتب العقاري تعالي الروح أنا وياك علي قالت له لا أروح ولا أجي ويقوم الرجال هذا يروح على صاحب المكتب وقال له يا رجال المرأة أقلبت علي وما تفعل لتسلمني البيت وهذا اللي صار وتقول أنه أنا غلبها بالسعر قال له أبدا منت غلبها والسعر هذا اللي دافع لها أنت سعر معقول جدا يعني الأسعار يعني بالناقص مية بالزايد مية المهم هذا وليد صار يعني رجال دافع 700 ألف و700 ألف يعني شقة عمره مثل ما نقول ودوا يسلم البيت والمرأة هذه ممتنعة أنها تسلموا البيت أو يا أم أحمد ويا عيني ويرسل لها زوجته ويرسل لها نسوان منها الحارة المرأة هذه تقول بطلت أبيع وانت ضحكت علي والبيت يسوح حوالي مليون ونص وما يسوى واتفقنا أنويات شو يا عيني المهم الرجال صارت هذه أم أحمد مع مرور الأيام تستفز وليد لما يشوفها على باب البيت وهي طالعة وهي داخلة هو يكون طالع وداخل يعني ما هو ناطرها على باب البيت والرجال يقول يعني شلون هذه الظاهر في حدا لاعب بعقل أم أحمد وقال لها أنه يعني البيت هذا يسوى أكثر منه شو هذا جارش أضحكت عليك وتورط المسكين وليد ويا بنت الناس الرجال يستلم بيته بشثير بقليل وهذاك اليوم قال له والله يعني صراحة وديش يتسلمين البيت غصبه عنك أنا دافع لك فلوس ودي أستلم البيت أسلمك ما أسلمك وليد هذا عصب زيادة وحاول أنه يعني ما تهجم عليها إلا أن شنو سوت هذه قامت تتصلت على الشرطة وقالت لهم هذا الجار قاعد يتهدد علي وأنا مرأة لحالي وزوجي متوفي ومدري إيش ويحضر رجال الأمن ويأخذون وليد ها يا وليد قال يا جماعة والله ولا أنا متهجم عليها ولا أنا معتدي عليها ولا شي المرأة قصتها كذا وكذا وعطيتها فلوس وما يراضي تسلمني البيت وتقول أني نصبت عليها وضحكت عليها قالوا له هذا الحشي ما ينفع يا وليد ودك تكتب تعهد أنك ما تعترض طريقها المرأة ولا لك شغل عنها في قانون وفي دولة وفي كذا روح اشتكي عليها هذا وليد كتب تعهد أنه ما يتعرض لأم أحمد أو طلع من مركز الشرطة ورجع على البيت وأفكار تأخذوا وأفكار تجيبوا يقول هذه مرتبة أحمد اللي شنت على سلزوجتي عليها وتدير بالها عليها وكذا المهم راحت الأيام وجدت الأيام ويمر حوالي شهر بعد ما بلغت عنه البلاغ الكاذب أنه الرجال متهجم عليها والرجل ما تهجم عليها ولا اعتدى عليها ولا ضربها بعد مرور الشهر والرجال هذا يحاول من هنا ومن هناك وخلال هالأيام المرة تقول لها يرسلي لها الناس ويرسلي لها النسوان وهذا وليد فاتوا الموضوع أنه في دولة وفي قانون وأروح أشتك عليها وأحصل حقي وإذا ما ودهت بيع خلاص ترجع لي فلوسي وصلى الله وبرك فلوسك عندك وبيتها عندها إلا أن هذا وليد اركب راسه والشيطان صار يوسوس له وأفكار تأخذوا وأفكار تجيبوا والمرأة هذه تستفزه وتزيد من الاستفزاز يتوجه له كلمات عيب من مرأة أنها توجهها الرجل على أنت يعني مستقوي على مرأة وأنت ما بعرف إيش فيها ذاك اليوم هذا وليد واقف قدام البيت وإلا جاي أم أحمد ها يا أم أحمد ماذا تسلميني البيت قالت أم أحمد لا بالله ما أنا مسلمتك البيت ويا وليد يا أنا يا أنتبه لحارة وكان في بعض الجيران حاضرين ومتواجدين وتقوم تدخل على المنزل وتتصل على الشرطة قالت لهم هذا الجار قاعد يتبلع علي ويعترض طريقي أو يجور رجال الأمن أيضا بناء على البلاغ يأخذون وليد ها يا وليد ما قلنا لك ما تعترض على المرأة وأنت كاتب تعهد بأنك ما تعترض طريقها ولا تقرب منها ليش ما اشتكيت عليها قال يا جماعة والله ما أنا معتر الطريقة وقاعد أطلبها بحقي قالوا يا أخي اشتكي عليها قال طيب ماشي ويوقعونه على تعهد ثاني قالوا والثالث ترى يعني ما في مجال ودك تنسجن يا وليد ابعدينها المرأة يا أمي وروح اشتكي عليها رجال الأمني يقولوا له يعني ينصحونه طلع وراح رجع على البيت ويرج جالز علىه ويقول لك يعني ليش هي تجعي يصير معي طيب يا أخي في قانون روح اشتكي المهم ثاني يوم ويجوفها كذلك الأمور قدام البيت ها يا محمد قالت له ظاهر ما أدبتك شرطة والله إنك حريمة لو أنت حريمة ما تقاوى على حريمة وقالت له والله لا أبلغ الشرطة بس إذا زلم أخليك واقف قدامها البيت لأعلمك شلون تعتر الطريقة على الرايحة والجاية وتدخل على البيت وهذا وليد مثل المسطور واقف يقول يعني معقول المرأة هذي يطلع منها كلها السوالف يا عمي ما مستوع بالأمر ادخلت هذه جوه اتصلت على الشرطة وبلغتهم أنه الرجل هذا أيضا اعتر الطريقة قالت لهم يا عمي يلقولي حل قالوا إحنا جايين وين هو قالت لهم قدام البيت وأنا كل على الطالع وعرف هيتهم كانت جاي بي شوية أغراض بيديها حطت الأغراض بالبيت وطلعت وقفت برا ومركز الشرطة اللي بلغت عليه اللي بلغتهم ما هو بعيد أبوي يعني 700 ولا 800 متر طلعت وقفت برا قدام البيت وهذا وليد واقف وليد شنو قاعد يسوي وليد ماسك حب التفاح وقاعد يقشرها ولكن السكين اللي قاعد يقشر فيها حبة التفاح السكين تذبح بعير وبدأت هذه تغلط على وليد وولا لا أحط لك حد وولا لا أدب فيك سكان الحي وولا لا أرح لك من الحارة وهذا الولد مصدوم يعني شبلاها الحرما انقلبت وفوق حقه دقه والولد هذا ما عد يتمالك عصابه ويقوم يهجم على أم أحمد وبأيدها السكين ويبدأ يسدد لها منها الطعنات في هاللحظات وصل رجال الأمن لما وصلوا رجال الأمن كان وليد قاعد يطعن بأم أحمد بسدد لها عدة طعنات طعنات في البطن في الخاصرة وقاعد يتعارك هو إياها وهي المرأة تصرخ فزعت سكانها الحي وحضر رجال الأمن في وقتها وييجي واحد من الشرطة من رجال الأمن يزد حاله على وليد على أساس يفك المرأة منه ويفك السكين ويقوم وليد يسوي هذه الحركة بأيده الورا بمجرد أو بلحظة وصوله الشرطي لعنده بهالحركة هذه كان ناحر جوزة الشرطي نحر ونحر وقع الشرطي بالأرض صار الدم يزد التفت هذا وراء لقى الشرطي متمدد بالأرض وبس يغرغر والدم يزد وهذه وم أحمد وطصيح زت السكين من أيدو كانوا رجال الأمن الآخرين دورية مؤلفة من حوالي 10-12 أنصر مسكوا وليد وليد صابته هستيريا شلوهن الرجل هذا شلوهن الذبح وهذه بس تصيح وتولول والدماء عبت الشارع والنسوان تصيح والرجال يعني الناس مذهولين فزعت سكانها الحارة رجال الأمن مباشرة اتصلوا على سيارة إسعاف حذرت سيارة الإسعاف وتم إسعاف الشرطي وأم أحمد على المستشفى الشرطي فارق الحياة في مكانه هذه السكين لما ضربه كان قاطع جوزته والأوردة هذه المحيطة بالعنق كان قاطعها قطع وظهر أنه السكين هذه حادت جدا أم أحمد تم إسعافها إلى المستشفى مع الشرطي ومنحس نحظها أنها ما فارقت الحياة كانت طعنات بسيطة يعني رغم أنها يعني السكين مخترقة للجلد الجسم وداخله في داخل بطنها إلا أنها كانت في أماكن يعني ما هي قاتلة وتم إجراء الإسعافات الأولية إلها وإدخالها غرفة العمليات وسووا لها عدة عمليات وخيطوا لها الجروح اللي تسبب فيها وليد وتم إيداع وليد في السجن وبدأ رجال الأمن يحققون معه وليد ويحققون فيه الجريمة اللي حصلت وراحة ضحيتها الشرطي المسكين اللي جاي على أساس أنه على بلاغ أنه رجل يعني قاعد يعترض طريقها ولما شاف وليد قاعد يعني يسدد لها طعنات فما قدر يشوفها المنظر وحاول أنه يخلص أم أحمد من بين إيدين وليد إلا أن الله سبحانه وتعالى كاتب له أن يموت على يد هذا الرجل وفي هاي اللحظة حقق رجال الأمن في الموضوع شنو السبب شنو الموضوع حسولف لهم وليد القصة من أولها إلى آخرها وقالوا له رجال الأمن والرجل يعني المخفر اللي كان يستدعي وليد كل مرة على البلاغات قالوا له أنت يعني ما تفهم يعني أنت لهذه الدرجة مخك مسكر يعني الآن أنت قتلت رجل الأمن والمرأة هذه ومحمد اللي كانت تتبلغ عنك يعني أنت قتلتها إلا أن الله سبحانه وتعالى كاتب لها عمر وما ماتت المهم تم تقديم وليد للمحاكمة وبعد عدة جلسات وأخذ وعطي تم الحكم على وليد بالإعدام شنقا وبالنسبة لفلوس وليد راحت عليه حطها مصاريف على أم أحمد في المستشفيات ومصاريف محامين وروحه وجيه وبالنهاية تم الحكم عليه بالإعدام وبالنسبة لأم أحمد بعد فترة من الزمن بعد شفاءها وخروجها من المستشفى طلعت راحت سكنت في الشقة اللي كانت مشتريتها بجانب أهلها والبيت رجعت باعته لشخص آخر وكانت وكانت هذه نهاية القصة الأولى أما بالنسبة للقصة الثانية كذلك حصلت في سوريا لرجل ينقال حسن الدوشو حسن الدوشو هذا رجال عنده خمس أبناء شباب وعنده بنات اثنين والشباب هذول أسماءهم عبيدة وقتيبة وعلي ومحمد الشباب منهم طالب كلية حقوق سنة رابعة متزوج وعايش حياته ما بين الدراسة وما بين الحياة الزوجية وعنده ولد وبنت أما الثاني موظف في حقل رميلان النفطي والاثنين الآخرين هذول يدرسون البكالوريا وكانوا توعم البكالوريا اللي هي المرحلة الثانوية هذول الشباب عايشين حياتهم يعني بكل بساطة اللي يدرس دراسته واللي في دوامه يعني عائلة بسيطة ومتواضعة وعلى قدر من الأخلاق وسمعتهم جيدة بين أبناء هالقرية وما عندهم مشاكل مع حدا أبدا في هذاك اليوم وفي شهر نيسان ومعروف في شهر نيسان تبدأ الرحلات والطشات الناس تطلع على الأماكن السياحية على الجبال على الأنهار على البحر بما أنه يبدأ يعني الجو يدفع وشهر نيسان شهر يعني هو أجمل أشهر الربيع قرر قرروا الأخوان الأربع هدول فيها ذاك اليوم أنه ودهم يروحون على منطقة ينقالها منطقة عين دوار ومنطقة عين دوار منطقة سياحية وجميلة جدا على ضفاف نهر الدجلة على الحدود السورية العراقية التركية على المثلث الحدودي هذا وهالمنطقة هذه يقصدها كثير من السياح من أبناء المنطقة المحافظة الحسكة ومن المحافظات الأخرى أو من كافة محافظات سوريا وعائلة حسن تعيش في قرية يسمونها قرية تلبس وهالقرية تبعد حوالي ثلاثين كيلو متر عن مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة لما قرروا الشباب في عندهم ابن عم ابن عمهم اسمه يوسف الحسن قالوا ليوسف شو رأي كنتروح معنا احنا ودنا نروح على منطقة عين دوار وخلينا نستغل هالشم يوم هذول عنا يعني عطلة وأعياد وكذا خلينا نروح يعني نستغل الوقت قالهم على طول ما في مشكلة وقريةهم هذي تبعد عن المكان أو عن مكان الصيافة هذين مروحون عليه عين دوار حوالي 110 كيلو متر ويقومون هذلك اليوم يجهزون حالهم الشباب الأخوان الأربعة وأبن عمهم يوسف جهزوا عدتهم وأخذوا معاهم الأرقيل وأخذوا معاهم الأكل واللحوم أو عدة الأصطياف وبلغوا والدهم طبعا كان في تنسيق مع الوالد وقالوا له عندما نروح على عين دوار وأبوهم حسن كان معزوم على أحد الحفلات في إحدى القرى المجاورة القريةهم وقالهم بالتوفيق وظل معه حسن الأب ظل معاه واحد من الإخوان الخمسة قال أنت ظل معاي علشان نروح على الحفل ونقوم بواجب الناس اللي عزمونا وقاموا هالشباب ركبوا سيارتهم وانطلقوا باتجاه منطقة عين دوار وفرشوا لما وصلوا هناك فرشوا فيها الأرض على ضفة النهر وجهزوا والمأكولات والمشروبات وشلحوا ثيابهم وبدأوا يزلون يسبعون فيها النهر وكان عندهم خبرة فيه السباح الشباب سباحين بما أنهم يعيشون في مناطق دجلة نهر دجلة فمتعلمين على السباحة كل شوي ينزلون يسبعونهم شوي ورجعون يطلعون يأكلون ولا يشربون وفيه عدد كبير من الناس أيضا حاضر فيها المنطقة ومعاهم أيضا فيه شباب من نفس قريةهم قرية تلبس قاعدين الشباب ما عندهم نشيطان قطعة وفيه أطفال يلعبون على ضفة النهر يلعبون عندهم كرة قدم يلعبون فيها على طرف المي واحد من الأطفال شات الطابة وجدت على وقعت فيه المي قام واحد من الإخوان هذول الأربعة تبرع وشاف الطفل صار يبكي على الطابة وقام نزل فيه المي على أساس يجيب الطابة لهذا الولد الطابة بدأت يعني تدخل شوية في المي في عمق النهر في الداخل وصار يلعقها هذا الشاب فجأة الشاب صار يصيح وصار يعني يغطس فيه المي ويطلع وبس يشوبر بإيديه ويصرخ ويصيح أخوانه انتبهوا عليه وكانوا يراقبون الوضع وهالناس الموجودة المنطقة هذه صير فيها دوامات مائية والدوامة هذه إذا الواحد يعني يوقع فيها إذا ما صار له حدا ينقذ أو فرق إنقاذ يعتبر عليه السلام يعني حياته انتهت المهم هذا الشاب بدأ يصرخ شافه أخوانه قام واحد من أخوانه لحقوق قال خليني أجيب والطابة راحت لحقوا الأخ الثاني حاول أنه يعني يقرب منه ويمسك من إيده وينزلق أيضا الآخر بجانب أخوه صار والاثنين يطلعون فوق المي ويرجعون ينزلون تحت يجي الأخ الثالث كذلك الأمر نفس الشي صار وثلاثة يتخبطون فيها المي وبس يصيحون ويصرخون والناس يعني ما هي قادرة تقرب عليهم الظاهر الدوامة هذه قوية جدا وما عد يقدرون يتحكمون في أنفسهم أبدا ويجي الأخ الرابع كذلك الأمر يزد حاله معهم يودوا يعني في محاولة منه أنه ينقذهم إلا أنه الرابع كذلك الأمر ما عاد يقدر يطلع الناس الموجودين يعني حاولوا أنهم اللي جاب حبل اللي جاب عصة طويلة إلا أنه المي ماشي بسرعة وما قدروا يعني الحبل اللي مدونه يزدون الحبل عليهم وهذولاك يعني قد ما تعبوا ومروا على هالوكت حوالي نص ساعة وما عد يقدرون والحبل لما يشلفون عليهم تسحبوا المي ما يقدر يوصل ولا واحد منهم يقدر يمسك الحبل الشباب تعبوا جدا ما عد يقدرون يقاومون الدوامة هذه هي تسحبهم لتحت وهم يحاولون يطلعون فوق وهالناس الموجودين اللي مسك تليفون ويحاول يتصل على فرق الدفاع المدني يتصلون على مركز ناحية الرميلان القريب منهم مركز الشرطة إلا إن بدون فائدة لأنه في هذاك الوقت ما كان فيه للأسف تغطية خلوية في هذا المكان يحاولون بشتير بقليل ابن عمهم أيضا حاول أنه يلحقهم إلا أن الناس لما شافوا الإخوان الأربع هذولا يعني غرقانين ورايحين وخلاص مسكوا الولد هذا وقالوا له لا تنزل يعني هذولا الشباب إذا ما إجت فرقة لإنقاذهم ولا ممكن أنهم يطلعون أحياء وبالغصب يمسكون ابن عمهم وهذا يتفلت وبس ودي وزيت حاله في المي ودي ينقذ ابناء عمهم يركب واحد من الأشخاص سيارة ويبعد عن المكان اللي هم فيه يبحث عن تغطية خلوي الأجل أنه يتصل بإحدى فرق الدفاع المدني في المنطقة علشان يجون ينقذون هالإخوان الأربعة من الموت المحتم وفعلا قدر هذا شخص أنه يتصل على فرق الدفاع المدني وبانتظار أنهم يجون ومروا من الوقت حوالي نص ساعة على بين ما قدروا أنهم يعني يتصلون وعلى بين ما وصل فرق الدفاع المدني كان مار على الوقت ساعة من الزمن الإخوان هذول الاثنين اثنين منهم فاشوا أو طفوا على وجه المي واثنين منهم ما لهم أثر ما هم بينين لما وصل فرقة الدفاع المدني هذي قدروا أنهم يسحبون جثتين من الشباب والاثنين هذول الثانيين انفقدوا وما لقولهم أثر يبحثون في هالمكان الغواصين نزلوا بتعدوا يعني وسعوا المساحة مسافة أبعد إلا أن ما عثروا عليهم أبدا ولا بأي شكل من الأشكال الأب حسن كان في الحفلة حفل زفاف اللي كان معزوم عليه هو واحد من أبناءه الخمسة يسمع من هو في هالحفل ومثل ما قلنا كان فيه شباب من أبناء القرية نفسهم متواجدين في المكان الشباب هذول المتواجدين في المكان بدأوا غادروا المكان وأنهم يعني طلعوا على مكان فيه تغطية خلوية وبدأوا وبدأوا يتصلون على سكان القرية ويخبرونهم بالمأساة اللي حصلت للإخوان الأربع والخبر انتشر في هالقرية وبين الناس ويا بنت تقولي لمج الإخوان فلان وفلان وفلان غرقوا في النهر يسمع حسن الأب هذا أنه والله فيه أربع شباب من قرية تلبس غرقانين في منطقة عين ديوار من قريتك يا حسن ويقومون هالناس اللي من هالقرية المتواجدين في الحفل يتركون الحفل وينطلقون باتجاه المنطقة اللي حصلت فيها الكارثة ومن ضمن هالناس اللي راحت حسن وأبنه ماشيين في هالطريق واذا هم يشوفون يعني أبناء من هذول وهو ماشي فيه الطريق فيه منتصف الطريق تتصل عليه وحدة من بناته ويسمع الخبر الصادم يا بابا الحق ترى أخواني فلان وفلان 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 هم اللي غرقانين فيه النهار هذا الرجال نهار وما عاد يعرف شلون وده يسوق والبنت طبعا كان وقالي لها أنه فيه أمل أنهم ينقذون هالشباب هذول وفرق الدفاع المدني قاعدة تحاول أنها تنقذهم ما قالوا لهم أنهم يعني ماتوا مباشرة أو كذا يعني تعرفون مثليش خبر صادم يعني صعب أنه الإنسان يبلغ شخص آخر بوفاة شخص واحد فما بالك إذا ودك تبلغ يعني عن فاجعة مثل هذه وغرق أربع إخوان بعمر الورود واللي متزوج وعنده أطفال وهذول اللي يدرسون باكالوريا وهذا الموظف يعني فاجعة صراحة المهم الأب هذا ما عاد يعرف شلون يوصل المنطقة ولما وصل ويلاقي جثمين أبناء أثنين اللي قدروا يطالعونهم وهالناس متجمعة ومتجمهرة واللي يصور بالتليفون واللي يبتشي واللي موه قادر يشوف هالمنظر والإخوان المشكلة الاثنين الثانين ما لهم أثر مفقودين أو ينهار الأب هذا يعني الله يكون في عونه وكذلك الأخ الخامس أيضا مثله مثل والده ويكونون ويصيحون وين الدفاع المدني وين كذا المهم قضى الله قدر وقدر الله وما شاء فعل ولكن الآن جثث الاثنين هذول اللي ظلوا يعني ماتوا هذول وطلعناهم وتبدأ فرق الدفاع المدني تبحث في المياه التابعة للأراضي السورية في المكان كله في مجرى النار وما قدروا يعترون على جثث الاخوان الاثنين وجثث الاخوان الاثنين اللي طلعوهم وجثثهم موجودة حطوهم في براد المستشفى بانتظار العثور على الاخوان الاثنين ويمر أول يوم وثاني يوم وبدأت السلطات الأمنية السورية تتواصل مع السلطات الأمنية العراقية لأنه كان مجرى النهر باتجاه العراق وكان الاحتمال الأكبر أنه تجرفهم المياه باتجاه الأراضي العراقية في مجرى النهر وفعلا في اليوم الثالث عثر بعض الأشخاص في الأراضي العراقية داخل الأراضي العراقية على مجرى النهر جثث أشخاص اثنين طافين على وجه المي على طرف نهر دجلة أبلغوا السلطات الأمنية في العراق في المنطقة وبالتالي السلطات الأمنية العراقية كانت متلقية بلاغ أنه في أشخاص سوريين غرقوا قبل يومين في المنطقة وبتبادل المعلومات تأكدت السلطات العراقية أنه شخصين هذول هم الشباب اللي غرقوا قبل يومين على حسب المواصفات اللي عثروا عليها وكان في تشوه في جثتين بسبب أنه يوميا صار لهم جثث منتفخة ويعني منظر لا حول ولا قوة إلا بالله ويتم استلام جثتين من السلطات العراقية لسلطات السورية وتم تسليم الجثتين للأب حسن الدوشو الأب حسن الدوشو ما رضي أنه يدفن أبناء الأربعة في مقبرة القرية قال أنا ودي أدفنهم عندي في حوش المنزل وفعلا حفروا أربع قبور للأبناء الأربعة ودفنوهم في المنزل والقصة هذه حصلت طبعا في عام 2010 في نفس تاريخ القصة السابقة وهالقصة يعني كانت فاجعة لأهل القرية وأهل محافظة الحسكة بشكل عام وسوريا كاملة أي شخص اسمع فيها القصة وفيها القضية يعني أب يفقد أربع أخوان أربع أبناء كلهم في عمر الورود الله يرحمهم ويجعل مهواهم الجنة وكانت هذه نهاية القصة الثانية أنتظر تعليقاتكم على المجريات وحداث القصتين ولا تنسونا كذلك من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر